اشتركوا في القناة بيتعلق بالكواكب وأرقامها وصفاتها الإيجابية والسلبية للي بيحب أنه يحسب ويعرف من خلالها تحليل اللي هو من علم النومورولوجي مثلا فهذا مختصر ممكن من خلاله الواحد يستفيد ويتعلم كيف يحلل الشخصيات من خلال الأرقام رح أعمله في نهاية الحلقة واليوم رح نحكي في توقعاتنا عن انتقال عطارد اللي رح ينتقل من الجوزاء للسرطان وتأثيره على جميع الأبراج طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 11 تموز القمر موجود اليوم في منزلة الجبهة الآن هو في منزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو رح يمكث فيها لغاية الساعة 34.37 دقيقة تقريبا صباحا من صباح يوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في السرطان لغاية ساعة الفجر تقريبا فبتظل الناحية العاطفية أو القوة العاطفية هي اللي بتسيطر علينا نشعر شوي بجو من الأمان إنا ولأحباءنا منحاول أنه هيك نخلي العلاقة العاطفية موجودة في منها رح يكونوا حساسين زيادة عن اللزوم بالفترة هاي ممكن أي انتقاد لهم يعمل يعني هيك بلبل كبيرة أو يذايهم أو يعمل خلاف كمان بالفترة هاي بصير في رغبة لالتهام الطعام أكثر والحساسية زي ما حكينا بتكون أكبر برضو اللي ممكن الاهتمام فيه لغاية ساعات الفجر يعني من الآن للفجر اللي هي الأمور اللي لها علاقة بالزراعة الاهتمام بالبيت بالأطفال شغلات لها علاقة بيعني أمور بتكون بيتية ومنزلية وعائلية طبعا إحنا الآن في فترة خلو مسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية بعد منتصف الليل يعني تقريبا بتوقيت جرينيتش للساعة 12 وعشرين دقيقة من اللي هي من صباح يوم الأحد وهاي الفترة طبعا الخلو المسار هي فترة سلبية يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا أنه الساعة 12 وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل يعني هي فجرا بالنسبة لتوقيت الأردن يعني منزيد ثلاث ساعات عليها يعني الساعة 23 وعشرين دقيقة في ساعات الصباح القمر بيكون انتقل وصار موجود في برج الأسد في هاي الفترة بيكون الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة تلفت انتباه الآخرين إلنا طبعا اللي رح يصير بعد الانتقال هي اللي حكينا عنه هي انتقال كوكب عطارد من الجوزاء للسرطان اللي رح يكون طبعا في تمام الساعة ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة من ساعات المساء مساء يوم الأحد فرح ينتقل ويمكث في السرطان لغاية أول يعني تقريبا بدنا نحكي إحنا الأول ساعات من يوم ثمانية وعشرين سبعة في هاي المرحلة بيشعر موليد برج السرطان بقوة الفكر والتركيز يعني على قدرة الإقناع والإقناع الغير بوجهة نظرهم بتزداد الرغبة لديهم في الدراسة والمطالعة وإجراء اتصالاتهم الضرورية بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج المائية الأخرى أي العقرب والحوت والترابية مثل الثور والعذراء والجديد وكل شخص تواجد كوكب عطارد عنده في ساعة ولادته في برج السرطان طبيعة الحال أي شخص ولد على الخارطة الفلكية ساعة ولادته كان عطارد موجود في السرطان هذا الشخص بيتميز بذاكرة قوية جدا طبعا الآن بما أنه عطارد رح يكون موجود في السرطان فإلى تأثيرات على الأبراج إيش تأثيره رح يكون على جميع الأبراج بالمرحلة القادمة أو في خلال الثلاث أسابيع القادمة خلينا نشوف برج الحمل بتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية وقدرة التواصل ما بينهم وبين أفراد العائلة أو إحداث تغييرات على مستوى الأمور البيتية والعقارية مثل ترحال أجار جديد بيت جديد شراء شيء جديد لعلاقة بالأثاث أو أجهزة إلكترونية أو حتى مصالحات أو إشيء العلاقة بالإقناع والحفلات أما بالنسبة لموليد برج الثور بيستفيدوا في الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات بداية وخصوصا اللي في المرحلة الثانوية أو المرحلة البكالورية اللي الآن بقدموا امتحانات فهدول بيستفيدوا الفترة القادمة لأنه عطارت بساعدهم على قدرة على قوة التركيز وقدرة القراءة والمطالعة برضو بيقدروا موليد برج الثور أنهم يستفيدوا من الهوايات بعد موليد برج الثور ممكن أنهم يشتروا أجهزة إلكترونية أو سيارات برج الجوزاء بتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال والقدرة على الإقناع وبداية مشاريع جديدة أو الإقناع في أمور إلها علاقة بالأمور المالية مثل تجربة جديدة أو مشروع جديد أو عمل جديد أما بالنسبة لموليد برج السرطان فهم مثل ما حكينا بيشعروا بقوة الفكر والإدراك الجيد والقدرة على الإقناع وإقناع الغير بآراءهم برضو بيكون عندهم نشاط عالي جدا بينشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات أما بالنسبة لموليد برج الأسد فهم بيبدأوا في الاهتمام بأمور إلها علاقة بالغيبيات أو بالأمور المبهمة أو المجهولة يبينشطوا أثناء عملهم بالمؤسسات الكبيرة خصوصاً اللي بيعملوا في السجون أو في المستشفيات هذولا برضو بيستفيدوا أو المؤسسات الكبيرة بيستفيدوا بشكل كبير موليد برج العذراء بيميلوا إلى تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد أو يبدأوا بمرحلة جديدة ما بينهم وبين الأصدقاء ممكن رحلات مشتركة أو حتى بداية علاقات جديدة أما بالنسبة لموليد برج الميزان أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو مع الأشخاص اللي بيكونوا مهمين أو طبقة من المسؤولين ممكن أنهم يستفيدوا منها بشكل جيد مع مسؤولين جدد أو أصحاب مراكز أو متنفذين العقرب بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وعلاقتهم مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وبرضو بيستفيدوا الطلاب اللي بيدرسوا بالجامعات في هاي الفترة في امتحاناتهم أو دراساتهم وممكن بعضكوا يتعرف على أشخاص جدد أو يبدأ بتعلم لغة جديدة أو شيء له علاقة بالمراسلات برج القوس بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة فبيفكروا في أمور إلها علاقة بالقروض أو تسوية بعض الالتزامات البنكية أو مطالبة استحقاقات لإلهم بحاولوا أنهم يحصلوها كان صعب أنهم يحصلوها بالفترة الماضية وبرضو ممكن بعضكوا ينشط في أمور إلها علاقة بإقناع على ميراث معين أو استرداد حقوق لا إله برج الجدي بيتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء ممكن إقناع لزواج أو مصالحة معينة أو حتى اهتمام بشراكة جديدة أو عمل جديد أما بالنسبة لموليد برج الدلو بتفيدهم أفكارهم مع الزملاء وخصوصا زملاء العمل أو شيء له علاقة بعمل جديد أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لموليد برج الحوت فبيمارسوا نشاطات أدبية وبيحثوا أولادهم على الدراسة بالفترة هاي وبرضو بيستفيدوا في الأمور العاطفية وتواصلهم ما أحباهم وإقناعهم بوجهة نظرهم وبرضو الحظوظ بتلعب شوي معهم خلال فترة سعادة برج كوكب عطارد أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعندنا زاوية وحيدة اليوم برضو هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 31 دقيقة مساء من مساء يوم الأحد من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا القمر بما أنه موجود بالأسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اتناعش سبعة بيبدأ في تمام الساعة 12 و 28 دقيقة من ساعات الظهر وبيستمر حتى اليوم التالي له يوم الثلاثاء حتى تمام الساعة 38 دقيقة صباحا طبعا بعدها بيكون القمر وصل للعذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد يومين في تمام الساعة 37 دقيقة صباحا بيصبح ثلاث أيام نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 60% القمر في السرطان وبدأ ينتقل للأسد حتى يوم 13 سبعة منتحس بنسبة 25% وبيزيد لـ 35% مع ساعات المساء عطارد في الجوزاء وبدأ ينتقل للسرطان ورح يمكت فيه لغاية يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة ما زالت منتحسة بنسبة 75% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا الآن من موعد بث الحلقة بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي مسيطرة على أفكاركم أهم شيء أنه خلال الفترة هاي لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن دون شراء حاجيات ثمينة لأنه الآن فترة خلوم مسار فعشان هيك ما مننصح في هاي الأمور طبعا حاول أنك تهتم بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة المسئوليات ممكن تكون كبيرة شوي طبعا هذا الأمر رح يضل لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر بتتغير الأجواء تدريجيا فممكن تبحثوا عن قاسم واشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء بتصير داعم لإلك بقوة وبصير فيه نوع من أنواع الإيجابية بتطغى عليك بالفترة هاي برج الثور ما زالت الأجواء جيدة في أمور التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن الأهم أنه تكونوا أكثر صبر على الطرقات أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة ممكن تصير بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالسيارة أو بأجهزة إلكترونية طبعا هذا من الآن لغاية ساعات الصباح هذا اليوم ما في داعي للمجازفة في أمور إلها علاقة بالامتحانات يعني من الآن للصباح بدكوا تدرسوا وتعم ما تعتمدوا على الحضوض نهائيا صحيح أنه في عندك طاقة فكرية وجسدية كبيرة ولكن حاول أنك تكون حذر أثناء كلامك على أساس أنه كلامك ممكن يكون جارح شوي أو لاذع في ساعات الصباح بتعيد وتنظيم أموركم البيتية بصير الاهتمام عندك بيتي وعائلي بتنشط ببعض المشتريات أو الالتزامات أو الشؤون العائلية ممكن اليوم يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو شيء يلفت انتباهك برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي من الآن لغاية ساعات الفجر طبعا وهاي الأموال عادة بتيجي من عمل إضافي في منكو أشخاص ممكن يطالبوا بحقوق إلهم وممكن تستردوا أموال بتعود لكم ولكن ديروا بالكو خففوا من النفقات ما تغامروا بالأمور المالية في بعضكو رح يحصل على هدية في الفترة هاي ممكن يعني يكون التفاوض جيد على الأمور المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمساومة يعني تقريبا بتكون جيد لأيلك طبعا هذا الأمور بتظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا بالتنقلات بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات بالدراسة بأمور إلها علاقة بالاهتمام بالألكترونيات أو بالسيارات أهم شيء يظل عندكم موعي أثناء قيادة السيارة على الطرقات ممكن يصير بعض الاهتمام بالأجهزة الإلكترونية أو بموضوع تواصل معين كان معطل في الأيام الماضية اليوم رح تنشط فيه بشكل كبير برج السرطان طبعا أنتم مشحونين بطاقة كبيرة وحيوية وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم الأيام الماضية أعطتكم طاقة كبيرة خصوصا مع وجود القمر في برجكم الآن بتزيد هاي الأمور أكثر وأكثر أهم إشي أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بدون عصبية ممكن تحقق بالفترة هاي انتصار وتظهر مزايا رائعة وخصوصا من الآن لغاية ساعات الفجر تلفت الأنظار لأشخاص كثر وفي أشخاص كثر بتحاول إنها تعرف أنت بتخبي إيش في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير بشكل تقريبا نقدر نحكي إنه كبير فما بتنهمكوا في أمور العلاقة بضبط الميزانية أو الأمور المالية أو الاهتمام ببعض المصاريب أهم شيء أنه اليوم تخففوا من المشتريات الغير ضرورية لأنه شوي القمر منتحس فممكن شوي تكون الأمور مش لصالحكم إلا إذا كنت مضطر تشتري شيء فبدك تتدقق بكل التفاصيل احرصوا على مالكم اليوم من الضياع أو السرقة أو من بعض المحتالين برج الأسد طبعا الآن موعد بث الحلقة التعب ما زال مسيطرة على بعض موليد برج الأسد عشان هيك بحس أنه ما عندهم طاقة بحاولوا أنه ينجزوا بس الأشياء الضرورية مزاجهم مش مرتاح بحسوا أنه شوي مرهقين ما في عندهم حماسة للتحرك ممكن بتنتظر بعض الأجوبة وشايف أنه الوقت بضيع وما في أي جواب عندك طبعا كل هاي الأمور وهذا الركود بظل لغاية ساعات الصباح طبعا اللي بشعر برضو من توعق صحي برضو كل الأمور مع ساعات الصباح أو اقتراب ساعات الفجر بتبلش تتلاشى شوي شوي بتمتلقوا نشاط ممكن اليوم يكون في عندكم نشاط مميز بس مش بالقوة الكبيرة ولكن بتختلف الأجواء عن الأيام الماضية وبتمقلب بعض الخيارات والتوجهات للشكل اللي بناسب وضعك أو طبيعة عملك بتتمتعوا اليوم بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة طبعا اليوم بينقسب ما بين إيجابي وما بين سلبي طبعا بتظل الأمور الاجتماعية ولقاء الأصدقاء أو الاتصال أو التواصل معهم من الآن لغاية ساعات الفجر ممكن اليوم يتوجه لك دعوة أو يكون عندك مناسبة معينة أو تنشط بلقاء معين أو دعم أحد الأصدقاء لإلك الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن كل ما وصلنا لساعات الفجر من لاقي أن الطاقة صارت تنزل شوي شوي عند موليد برج العذراء السبب أن القمر رح يتواجد في برج الأسد يعني بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه لصحتكم أكثر ولا أعمالكم وهذا كله من ساعات الصباح وبعد فلا توقع على عقد ولا تحسم أمر بالفترة هاي هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ حاول إنك ما تأخذ قرارات حاسمة بالفترة هاي وما تصدق كل شخص بوعدك بشيء برج الميزان طبعا بتظل الأجواء بتتركز حول علاقتكم بالمسؤولين والعمل وعمل جديد أمور إلها علاقة باجتهاد لإنجاز بعض الأعمال المهمة أو إشيء بتعلق ببعض الأشخاص المهمين أو طريق التواصلك معهم وهاي الأمور بتظلها تقريبا لساعات الصباح ممكن تنهمك في مسألة شخصية هاي المسألة مسببت لك نوع من أنواع القلق أو عبق أو ممكن الأمر بتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة مع ساعات الصباح بتبلش الأمور هاي تختفي شوي شوي وبيخف التوتر عندك بتنشطه من ما بعد الصباح بتنشطه بين الأصدقاء ممكن اليوم يكون في كثافة من الزيارات أو اللقاءات أو يكون عندك تواصل عالي جدا ما بينك وبين أصدقاء قدامة ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتلقى اتصال من بعض الأصدقاء القدامة اليوم مناسب لنشاطات الاجتماعية فحاول أنك تستغله برج العقرب بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو أمور دراسية أو تعليمية أو مع أشخاص خارج البلاد طبعا الأجواب تظلها مستمرة بهذا النسق أو بهذا الشيء اللي احنا حكيناه لغاية ساعات الفجر أهم شيء أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة إذا كان عندك سفر بدك تتفقد كل أوراقك من الآن لغاية ساعات الصباح كل أمتعتك كل شيء بدك تأخذه معك حاذر من المتاعب حاذر من الخلافات النقاشات الحادة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير الأمور القمر في بيت السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية حاولوا أنك تنجزوا أعمالكم وما تدخلوا بمواجهات مع المسؤولين عنكم هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو لقاءات عمل أو تقديم لعمل أهم شيء أن تتجنبوا الخلافات وحاولوا أنك تسعوا لتلطيف الأجواء وحاولوا أنك ما تخالفوا القوانين في هذا اليوم برج القوس تظل الأمور كلها بتتعلق في ضبط شؤونكم المالية المشتركة من الآن لغاية ساعات الصباح رغم أنه اليوم ما فيها النفقات الكبيرة ولكن ممكن يكون في فرص لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من شراكة أو من تعويض حاول أنك الآن تسارع لتصحيح بعض الأخطاء اللي بتتعلق بالأمور المالية حاول أنك تستعيد ثقة الآخرين فيك لا تسمح للخلافات بالتأزم وما تسمح أنها تكبر خصوصا ما بينك وبين الأحبة هذا الأمر بيستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والامتحانات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء تكون أكثر وعي على الطرقات وتتفقد أمتعتكم وأوراقكم وموعيد سفركم إذا كان عندكم سفر وخاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن إذا كان فيه اتصالات ممكن اليوم يجيك اتصال من الخارج أو بريد أو مثلا حوار مع شخص خارج البلاد برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة حاولوا ما تطوروا الأمور وتخلوها تصير متوترة وتتطور وتصير أزمة يعني بدك تكون مرن كثير صحيح أنه ما عندك طاقة عشان هيك يقول لك ظلك محافظ على وضعك الصحي لغاية ساعات الصباح ممكن شوي تصير بعض الأمور اللي تستفزك خلال الوقت اللي احنا ذكرناه من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتخف عليك طاقتك بتزيد شحطة يعني شوي مش كثير فممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنكم تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثيرات حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية ممكن تركز على بعض الأمور المالية اللي إلها علاقة بقروض أو إلها علاقة ببنك أو إلها علاقة بديم قديم بتحاول أنك تحصلوا برج الدلو طبعا بيتراكم العمل عندكم شوي أكثر من الأيام الماضية من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا إنجاز ما بوسعكم من الأعمال دون إهمال صحتكم بدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد حاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملاء بالفترة هاي لأنه شوي أنتوا طاقتكوا قاعدت تنزل فعشان هيك حاولوا أنكم تحافظوا على المتبقي من الطاقة بدون ما تهدروها بأشياء مش مهمة اليوم أو الآن ممكن يكون عندك بعض اللقاءات أو الاجتماعات أو ممكن بتحضر لورشة عمل أو ممكن تهتم أو بتهتم بوضع صحي طبعا الأمور هاي بتظلها هيك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم ما بينك وبين شركاء العمل أو العاطفة أهم شيء أنه تخلوا في نوع من أنواع الليوني في التعامل كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم أو حاضروا من الخلافات وحاولوا أنكم تضخموا الأمور الزيادة برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح بتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا أنكم تتفهموا وجهة نظرهم حاولوا أنكم تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل الآن بإنجاز أو بانتصار ممكن تنموا بعض العلاقات وتزدهر ولكن أهم شيء أنك ما تغامر بالحضوظ من الآن لغاية ساعات الصباح فيه شيء ممكن يصير يعطيك بصيص أمل يعني خبر يعني هيك شوي يغير مزاجك أو يغير نفسيتك من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن يوصلك من ساعات الصباح بتكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم وتنتبهوا أكثر لعملكم لأن القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس هذا مسؤول عن الصحة ومسؤول عن العمل ممكن يتراكم فيه العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز كثير من أعمالكم في هاي الفترة فعشان هيك حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد استباقا لهاي التطورات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم الآن بدنا نروح على مواضيع سؤال وجواب وفي موضوع لمحنا له في بداية الحلقة رح نحكي عنه بعد قليل طبعا بالنسبة للأسئلة اللي توجهت اليوم في عنا سؤالين مهمات هم اللي أنا ركزت عليهم اليوم وهدول سؤالين كثير أشخاص بيحاولوا خصوصا اللي بيحبوا الخارطة الفلكية وتحليلات الفلك أو بيحبوا يطلعوا على خارطتهم الفلكية أو عندهم هيك نهم أنهم يتعلموا بعض الأشياء أو بيسألوا بيقولك طب أنت يا سعيد لما بتحكي لنا عن الكواكب طب ما في بيوت ثاني أنت ما بتحكي عنها يعني البيت الثالث الرابع الخامس ليش أنت ما بتحكي عنها ليش بتحكي بس عن اللي موجود فيها بس كواكب خليني أنا أجاوب على هذا السؤال طبعا اللي طرحته هي مرام يعطيك العافي دكتور لما يكون البيت السابع والثامن فاضين شو بيكون الوضع طبعا هو كان بصورة هاي أنا حاولت أضيف عليه من باقي بعض الأسئلة اللي انطرحت فحاب أجاوب عليها طبعا لما بيكون عندنا إحنا بيت من البيوت فارغ يعني ما في كواكب موجودة في ساعة الميلاد في الخارطة الفلكية فهذا بيعني نلاع عليه تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية يعني هو طبيعي هيك هو بيبضع طبيعي أنت اللي بتحدد أنك تخليه إيجابي أو سلبي بطريق التعاملك فما في أي تأثير لا يعطي للموضوع ولا يعطي إيجابية للموضوع يعني عادي فأهيك هذا بنقاس على كل الأبراج هذا واحد الآن لما نيجي نقول طيب بالتوقعات اليومية ليش سعيد أنت بالأول كنت تحكي عن البيوت هاي الآن أنا رح أجاوب على هذا الموضوع بطبيعة الحال لما نيجي نطلع إحنا على بعض البروج منلاقي هاي البروج ما فيها كواكب وهاي بتمثل بالنسبة لإلك ممكن البيت الثالث ممكن الخامس ممكن السابع فما فيها كواكب نهائيا ولو إجينا طلعنا إحنا شفنا مثلا الحمل منلاقي ما فيه كواكب لو إجينا شفنا مثلا العذراء ما فيه كواكب ميزان ما فيه عقرب ما فيه قوس ما فيه طيب هدولة يعني أنت بتعد على بيوت كثيرة صارت ما فيش فيها كواكب طيب ما فيها كواكب ولكن هذا الوضع العام اللي أنت كيف طبيعة حياتك هي اللي بتتحكم فيه يعني ممكن أنت تخليها إيجابية ممكن تخليها سلبية ثاني شي في ساعة ميلادك هل هاي البيوت كان فيها كواكب إذا كان فيها كواكب فهنا بصير فيه إلها تحليل ما كان فيها كواكب معناته فارغة يعني لا فيها خير ولا فيها شر الآن أنا لما كنت أحلل هاي البيوت كنت أخذ البيت نفسه هاد اللي هو البرج إيش بيعمل زوايا مع البروج اللي فيها كواكب بيعمل زاوية تربيع بيعمل زاوية تزديس بيعمل زاوية تثليث بيعمل مقابلة بيعمل اقتران إيش اللي بيعملوا بالضبط فكنت أبني طاقة البرج هاد أبنيها على حسب الزوايا اللي بتتشكل معاه من البروج الأخرى فعطول الخط يا بيعطي إيجابية يا بيعطي سلبية فبحللها على هذا المنطلق أما أنه أنا أرجع أعيدها يعني أرجع أعيدها فإنتوا كنتوا تشوفوا عدناها أكثر من مرة ونسب علينا أكثر من مرة ونحكي عني شحاد أكثر من مرة وإني بظل أعيد نفس الإسطوان المشروخة عشان أنا أقول اللي بدو يتبرع واللي بدو يدعم وبس يجينا جهاز كمبيوتر وإنت بتستفيد هنا برد عنكو عشان ما تكتبوا ليش إياهم في التعليقات اللي شاطرين في هذا الحكي وإنت يعني بتظلك تقول عن جهاز الكمبيوتر بيتحملش بدك واحد يتبرع لك ليش أنت بتشحد ما هو في الآخر ما أنت بتربح الألوف مؤلفة من اليوتيوب هذا واجبك وهذا مش عارف إيش هذا كل ياتو إحنا حكينا في الأيام الماضية وشرحنا وحكينا أنه أنا جهاز الكمبيوتر عندي ضارب خربان مستشهد مش شغال أنا بشتغل على لابتوب أو على جهاز صغير بمعنى آخر لو أحد صديق إلي عارني عشان أنا أسجل هاي الحلقات بسجل أنا الحلقة هاي على قسمين نص ساعة بنص ساعة وبعدين هذا بشتغله فيلم لحاله هذا بشتغله فيلم لحاله وبعدين بدمجهم اثنين مع بعض عشان يطلعوا حلقة وحدة فلما يصير عندي إمكانيات إن شاء الله تعالى بدون شحدة وبدون توسل أو تسول أو بدون ما أظن أعيد في هالحكي هذا وتخلوني أعيد هذا الحكي بس تتيسر الأمور ونجيب جهاز الكمبيوتر اللي يتحمل إني أسجل الحلقات هاي لأنه الناس اللي الشاطرين الشتار الأمامير ما بيفهم شو يعني أنا لما باجي بسجل الحلقة هاي وبحولها لفيلم بتطلع معي حجمها عشرة جيجا وعشرين جيجا لحد ما أنا أشتغل عليها فالأجهزة بتموت وبتتفجر يعني من حجم الإشي اللي أنا بشتغله فبدها جهاز قوي مش جهاز جيمينج ومش لابتوب بدها جهاز كمبيوتر بيتي عادي لأنه هذا اللي بتحمل الشغل ومش جهاز آي ماك مش قبل ما كنتوش حقوة 12 ألف دينار من جهاز نجيبه بألفين ليرا ويخلف علينا بس أنه يسلك معنا شغلنا فهمتوا علي النقطة شيء فأنا حبيت أن أعيد النقطة هاي فما بقدر أنا أسجل حلقة زي هذيكة بساعة ونص يعني ثلاث حلقات يعني بده يأخذ معي أنا إذا ببلش أسجل الساعة 12 بالليل بخلص الساعة 6 الصبح فإذا بدأ أسجل كمان حلقة يعني بدأ ظل العشرة قبل الظهر يعني بقدرش ما بتحملش أنا ما بتحملش مش الجهاز بتحملش أنا ما بقدر أضل الوقت هذا كله أنا قاعد بسجل وبشتغل وقاعد صافن في حالي فعشان هيك إن شاء الله أنها بتتيسر الأمور ومنصير نرجع نسجلي لكم الحلقات زي ما كنا نسجلها بالأول ويمكن كمان تكون فيديو وأطلع معك وهيك تشوفوا وجهي اللي لما بدي يسب علي الواحد يسب علي وجه لوجه مش يسب علي ومش شايفني وأنا متخبي ها 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 هاي طيب خلينا نروح على السؤال اللي بعدين بالنسبة للسؤال اللي بعدين طبعا هو اللي شجعني إني أنا أعمل لكم هذا الموضوع لأنه برضو تكرر كثير بالفترة الماضية اللي هو من كيفة من كيفة بتقول أنه يا ريت تشرحنا عن صفات الكواكب طبعا في علم الأرقام كل رقم له كوكب وكل كوكب هذا له إيجابيات وإلو سلبيات فعشان أنت تحسبها إن كان على برجك أو تحسبها على تاريخ ميلادك وتحاول تحسبها اللي هو علم النمرولوجي بشكل مختصر مختصر أنا حكيت مش أنك هيك ختمت العلم مش أنه هيك أنت بتقدر تحلل كل شيء هذا للتحليل السريع يعني ممكن تيجي المواصفات 80% ممكن 70% لأنه البرج له دور والطالع له دور والكواكب كيف كانت إله دور هاي الطريقة لا المختصر السريع يعني ممكن تعرف أنت من 40% لـ 50% من المولود مجرد ما تطلعت على أرقام وبالطريقة اللي أنا رح أعطيك إياها اللي هي الأرقام والكواكب اللي رح أذكر لك إياها الآن فممكن تستفيد منها فعشان هيك اللي حابين ورقة جلم يكتب معي يعني بعينكو الله بتكون تعيدو وترجعو وتسجلو وتوقفو وشغلات زي هيك بس بحاول أني أبطئ أول إشي عشان نحكي بصفات الأرقام والكواكب رح نبدأ أول إشي مع الشمس الشمس هي رقمها واحد يعني أي رقم واحد بطلع معك في الحساب بهذا مرتبط بالشمس تلقائيا الشمس هاي هي لها علاقة بالطموح لها علاقة بالجراءة الكرم الحركة والنشاط اللي هي الديناماكية إحنا بنسميها القيادة والاستقلالية ولكن إلها سلبيات يعني فيه إيجابية وفيه سلبية في إلها سلبيات سلبياتها إنها بتعطي الغرور وبتعطي الأنانية وبتعطي الدكتاتورية اللي هو الإنسان اللي بكون منقاسي في قراراته وفي تعاملاته رقم اثنين إلها علاقة وارتباط بالقمر وطبعا القمر هو يعتبر رمز اللطافة والرومانسية الحساسية الجاذبية القدرة على الإصغاء هذا من ناحية إيجابياته وبرضو بعطي قدرة اللي هي إشي إحنا بنسميه التفاهم والتفاهم هي اللي بكون عند الشخص بتتكون عنده فكرة واضحة عن الإشي اللي أنت بتحكيله إياه وبحاول يفهم كل شيء طبعا السلبية اللي هي عدم القدرة على التنفيذ الخداع وعدم الوفاء ماشي هاي سلبيات رقم ثلاثة اللي هو المشتري المشتري بعطي الاعتداد بالنفس التفاعل المرح الطموح الإبداع النشاط السلبيات بعطي الدكتاتورية وبعطي محبة الذات وبعطي الغيرة بالنسبة لرقم أربعة اللي هو أورانوس أورانوس كوكب المفاجآت فهنا هو بركز بإيجابياته عن ناحية العملية على النزاهة على المفاجآت سلبياته بعطي الكآبة عدم الحساسية الكراهية التغيرات المفاجئة السلبية بالنسبة لرقم خمسة عطارد عطارد بعطي الفضولية العفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية سلبياته بعطي العصبية رقم ستة له علاقة بالزهرة وهو بعطي العاطفة والجاذبية يعني بعطي رونق للشخص الفن وبرضو التفهم اللي هو أنه تتكون عنده فكرة واضحة وبفهم معطيات الأشخاص طبعا بالنسبة للسلبية أنه بعطي الغيرة وبعطي العنادة العنادة أما بالنسبة لرقم سبعة فهو نبتن نبتن كالأحلام والأوهام والخيال طبعا صفاته الأساسية هي قوة الحدث والناحية الفلسفية أما بالنسبة لسلبياته فهي السطحية اللي هي أنه هذا الشخص ما بأخذ الأمور بجدية وبرضو التهكم أي أنه بيسخر وبيهزأ من كثير مواقف أما بالنسبة لرقم ثمانية اللي بظل يقول لي زحل وطلع اللي زحل وكوكب النحس لا هيك بتعرف أنت شو يعني زحل زحل اللي هو رقم ثمانية بعطي تحمل المسئولية كإيجابية المثابرة المحافظة على الذات القدرة على التنفيذ أم المحافظة برضو بتيجي على المقتنيات والممتلكات أما بالنسبة لسلبياته بعطي الطمع لاسيما المادي والنزاع أو النزع النزاع إلى السلطة وبرضو ضيق التفكير أما بالنسبة للمريخ فالمريخ بيعطي الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والمغامرة أما بالنسبة لسلبياته فهو بعطي الجدال يعني بكون مجادل هذا الشخص بحب الجدال بحب بكون مقاسي عنده قسوة وبرضو بعطي التسر هيك أنتوا تقدروا تحسبوا لأي شخص تاريخ ميلاده اسمه ولكن هي لو أخدتوها على تواريخ الميلاد أنا بشوف أنه بتعطي يعني نسبة كويسة من تحليل الأشخاص ولكن إذا بتاخدوها برضو على أمور إلها علاقة بالإسم والأرقام اللي بطلع منها الإسم برضو من خلالها تقدر تعرف قديش الإيجابية قديش السلبية اللي بتنعطى من هذا الإسم حسب الكوكب اللي بديو يحكم هذا الشخص فعشان هيك هذا جزء بسيط أو يعني لمحة اللي بيستغلها وبفهمها بيسجلها وبحاول أنه يمارسها باستمرار بجد أنه أعطته طاقة حلوة وصار عنده مهارة بممارستها وفهم شو يعني النمرولوجي فهم شو يعني أنه إحنا مرتبطين بالأرقام والأرقام بتأثر علينا زي ما بتأثر أي إشي بيأثر علينا قلنا هيك نكتفي بالحلقة هاي ما بدنا ندخل بمواضيع ثانية عشان تقدروا تركزوا باللي إحنا حكيناه بلاش ندخل بمواضيع أكثر فهيكي هذا الموضوع مهم حاولوا أنكوا تجربوا حاول كل شخص يحلل لا اسمه أول إشي وبعد ما يجرب ويشوف قديش أعطت نسبة للتحليل يعني يعطي ليها من عشرة من عشرين من خمسين يقول لي والله أو من مية يقول لي عشرين من مية خمسين من مية طابقت معي أعطتني تحليل فجربوها على تواريخ ميلادكم على أسمائكم وكتبو لي في التعليقات خلينا نشوف نشاطكو أنتو شو اللي طلعتو وقديش النسبة اللي بتعطوها للإشي اللي أنا علمتكو يا اليوم إن شاء الله أنكم تستفيدوا فيه بشكل منيح وبرضو تقدروا تحللوا الأشخاص اللي أنتو بتتعاملوا معاهم يبل ما تتعاملوا معاهم فهذا بيفيدكو في كثير أشياء لو ركزتوا فيها منيح خليني ما أطول عليكو كثير خلو يعني أعطيكو مجال فنكتفي بهاي الحلقة نشوفكو إن شاء الله الحلقة الجاي طبعا في النهاية زي ما الكل متعود نحكي والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر